اشتركوا في القناة رسالة قدسة البابا فرانسيس الثالثة لحبريته بعنوان الأخوة والصداقة الاجتماعية وبهالإطار بشرفني وبسدني أن يكون عم بستضيف بهذه الفقرة الخوري روفي لزغيب وهو المدير الوطني للأعمال الباباوية الرسولية في لبنان صباح الخير أبونا صباح النور أهلا وسهلا فيك لما نقول هيك هالأعمال الباباوية الرسولية في لبنان ضغري إلى الرسالة الرسالة اللي إذا ما اكتشفنا خلال هذه الأبوة وأخوتنا لبعضنا البعض ما بنقدر نوصل إلى الصداقة الاجتماعية وإلى بناء المجتمع وإلى بناء السياسات العامة وكل يمكن بيلاقي هيك حل لكل اللي عم نعيشه اليوم بس بدي انطلق معك هيك متل ما وعدنا المشاهدين أنه نكون عم نقدم قراءة لهالرسالة بتمان فصول مانه نهينين بس خلينا نعمل هيك شوية اليوم بهاك بأول سؤال شو ظروف هالكتابة؟ من أين البابا فرانسيس استقى هالعنوان وهالحاجة؟ وشو أبرز المحاور اللي اتطرق فيها؟ بالواقع أول شي رسالة يعني حلوة وصعبة بذات الوقت صعبة تتحقق يمكن ايه بس خليني أقول أنه نحن كمان على مفترق طرق نحن اليوم من بعد جائحة الكوفيد ناينتين كورونا نحن على مفترق طرق يمكن نحن خليني أقول شوية بيشبه الوضع متل وضع ستينية الحرب الباردة أو يعني بوقت البابا يوحنى 23 أنا بحب كتير البابا يوحنى 23 والبابا فرانسيس لأنه في شي كمان هيك منهم شابا بابوانو ايه بس أنا بحس أنه مثل باتشيم انتيرا مثل السلام على الأرض اللي كتبه البابا يوحنى 23 وقت الحرب الباردة مثل ترقي الشعوب تبع البابا بولوس السيدس مثل كمان كاريتاتيس انفريتاتي تبعية البابا فينديكتو السادس عشر يعني وكأنه هالرسالة هي محاكات للواقع صح واليوم اليوم التحدي التحدي هو على صعيد السياسة والسياسات رسم سياسات جديد للعالم أكيد أنا ماني خبير بالسياسات ولكن اليوم وهيدا إذا بدي أقول أسلوب البابا فرانسيس يلي خليني يسمي هو أسلوب رعائي بس ما نفهم الرعائي بمعناتها أنه أسلوب رعوي أنه هاو دي شوي أنه بتعمل كم لعبة للفرسان والطلاق لا هيدا معناتها استقراء الواقع وهيدا اللي بيعملوا بأول قسم من الرسالة صحيح استقراء للواقع تاني شغلة على ضوء كلمة الله هاي اللي كمان كتير مهمة المنبه ايه لأنه دي ما نحن نبوص خلالة بيتنا هي الإنجيل صحيح ننتبه يعني هاي اللي كمان شغلة كتير مهمة بفكر البابا بفكر البابا فرانسيس إذا بيقول اللي هي طريقة يسو طريقة الأكسيون كاتوليك العمل الكاثوليكي بأوروبا تقريبا والبابا بيعطي كمان نقل للواقع جوجي ولكن كمان في سبيل العمل مش بس أنه نحن بدنا نحكي لأنه السلوث الأقدس والعضرة مريم والمسيح الطبيعي الثاني هوا بقى اش راح يتغيروا خلال صحيح بس العالم عم يتغير هاي دي عقائة سابتي صح ولكن هالسياسات اليوم نحن كيف منقدر نعيش السلوث الأقدس المسيح كيف منقدر أنه نعيش هولي إذا بيقول العقائة بيوميات حياتي يعني بهي هاي دي اللي هو مهم نعم خلينا نبلش هيك هالعنوان كان استلهمه من لديس فرانسيس الأسيزي يعني هالأخوة اللي عاشها وحتى من كمان يعني بولوس الرسول يعني اللي كان دايما ننادي إخوتي في المسيح اليوم المحور الأول اجا بعنوان ظلال عالم مغلق صح داي هيك خلينا نقول حكي عن هالنظام العبودية الجديد عن كرامة الإنسان عن الإنقصام ولكن الدعوة إلى الوحدي خلينا نقول أنه صراحة بكراءة الواقع البابا فرانسيس بحط إيده على الجرح خاصة بما يخص الانتهاكات كل الأخوة الإنسانية لأن بيقول وبينطلق كمان من قضية الانديس فرانسيس الأسيزي اللي إجا على ضميات حتى يلاقي السلطان مالك الكامل ويلي قاله انتبه بأي زمن بزمن الحروب الصليبية يعني كانت كل إذا بدي أقول الترند بالكنيسة هو شو؟ هو حروب صليبية حتى يرجعوا الأرض المؤدسة ويلي أكيد نحن بالشارق نحن غريبين عن هالمنطق هايلا كليا ولكن الانديس فرانسيس اللي جاي من الكنيسة الغربية إجا حتى يطلب من تلميذو يجهوا لشو بيقول لهم اللا يتسببوا في خلافات أو نزاعات بل أن يخضعوا لكل مخلوق بشري محبة بالله وهذا يلي خلى الفرانسيس كان يصيروا هني حراسة للأرض المؤدسة ولكن البابا فرانسيس اللي بيحكي عنه بيحكي أنه نحن اليوم بيهالعالم المغلق في أحلام محطمة هايلي اللي طبعا نحكي هايك العنوين بطريقة مختصرة كتير من بعد الكوفيد ناينتين ليش؟ لأنه منحس أنه بيواجه العالم اللي عم يتقدم لقدام الأخوة عم تتراجع كتير لورة عم نلاحظ أنه فيه عنقنصريات عم نلاحظ أنه فيه حروب وكأنه وللأسف أنا فيه يقول بعض الأوقات منحس أنه نحن بيه عصر الظلمات لأنه فيه معلومات كتير بس ما فيه ثقافة بيقول هو معلومات بدون حكمة فيه تطور بس ما فيه أخوة فيه نهاية الوعي التاريخي يعني منحس أنه بطلت اليوم إذا منحكي شوية غير الشبيبي اللي موجودين اليوم ما حدا بده يرجع للتاريخ والتقليد تبعيته حتى يستقي مننا الحكمة بيفكر أنه هو بلشت الحياة عنده صحيح وهيدا انتبه هيدا طريقة ما عم بنتقد الشبيبي تعم بنتقد السقيف اليوم يلي عم تنعطل أهلنا وهيدا كمان ذكر البابا فرانسيس بإرشاد الرسول كريستوس فيفت يوم هالتعاطي مع الأجيال مع الجدة والجد وبيعطيهم هالاستمرارية هالاستكمال للخبرة الأقدمين اللي بيسميها مضبوط يعني بس هالمشروع المشترك اللي كمان هيك طرحوا عشو هيك بيقوم يعني صراحة المشروع المشترك اللي هو عم بيقوله أنه ما فيه مشروع مشترك يعني فيه تقدم بس مش عارفين لوين راحين فيه فردانية عندي فيديواليس ما كتير كبير فيه أنانية بس ما فيه عندنا مشروع مشترك وهيدا يلي بيخوف كتير بالنسبة ل بالنسبة لليوم العالم يعني البابا عم يتطلع بنظرة عالمية ما أنه عم يتطلع فقط بنظرة مجزقة وهيدا الشيء يلي منلاحظه كتير مثلا منلاحظ أنه في كتير بالعولمة اليوم ليش بيقوله أنه ما فيه مشروع مشترك فيه عولمة بس هالعولمة هي طغيان فكر معين على فكر آخر أو حتى ساعتها بيصير الآخر مثل كأنه مزدرة وحتى إذا هو بدي يفكر بطريقة أخرى منلاحظ أنه فيه إصدراء بالنسبة لإله لهكي ما فيه هالتنوع فيه انفتاح فيه جلوباليزيشن فيه عولمة بس ما فيه انتباه للخصوصية للديورسيتي للتنوع وهيدا يلي بيخوف بقصة أنه غيب مشروع مشترك لأنه ممكن أنه العولمة تستخدم فيه سبيل وهيدا اللي عم نشوفه فيه سبيل أرباح اقتصادية ولكن مش فيه سبيل تنمية الحس السقافة تبع كل شعب خاصة هو اللي بدافع عنهم هن الفقراء صحيح وكمان ذكر يعني اليوم سقوط الكرامة الإنسانية وهالجائحات اللي ضربت التاريخ يعني حكي حتى عن وهم التواصل بس قدام كل هالظلام يبلش كأنه بالفصل الثاني يعطي هيك حل صغير شو تناول الفصل الثاني؟ لكن الفصل الثاني هلأ هو بسان بقول عالمي من بعد ما يحكي عن كل هاودي جائحات وضربات في التاريخ بقتها بيقول أنه فيه كتير عالمي بس ما فيه مشروع مشترك بيبلش بالفصل الثاني وهم التواصل أنا بحبه كتير هيدا أنه منفكر أنه نحن إذا نتواصل كتير وإذا عنا ساركل كتير كبير من الأصدقاء هيدا مش معناتها أنه نحن عم نكون عم نقعد معه لأنه بيقول التواصل الرقمي ما بيعني زيت الشي لأنه فيه خطر أنه تكون دائرة ضيقة ضيقة من الأشخاص اللي بيفكروا مثلك صحيح وما أنهم مختلفين عنك لهيك دائما أنا بيقول لهم حتى أوقات بالرعي انتبهوا على جروبات الواتساب وشو بتحقي فيه وسائل اتصال بس ما فيه تواصل ما فيه تواصل يعني هيدا عم بيجي يجسده أكتر بابا فلانسيس حتى يعني من لاحظ أنه يعني فيه كتير إش حلوة يعني أنا بنصح عن جد أنه يقروها بيقول شغلة كتير فيه عدوان عداء حتى على وسائل التواصل وحتى بيقول للوسائل التواصل الكاثوليكية يا هاي دي عم نعيشها هاي دي بتقرأ وقعنا لبناني لبناني والعالم هكي جزء منها لها بس لأنه منحس أنه مثل كأنه حرب طاحن تكفيري فكر تكفيري حتى عند المسيحيين حتى يعني ما عم نحكي بعد بريت هالشي هاي ولكن بيقول أنه فيه فيه رجاء الرجاء هو يلي الجائحة علمتنا شغلة كتير مهمة أنه ما فينا نكون لوحدنا صحيح ما فينا نعيش لوحدنا وما فينا نخلص لوحدنا ولهاك هو بيحكي عن هالسفينة اللي نحنا موجودين كلها فيها لأنه يا كلنا بنخلص يا كلنا ما بنخلص بيذكر هالتاريخ المشترك يعني بين عدة مثلا الأطباء الممردين الممردات يعني يعني هاي علمات الرجاء مين يلي علمات الرجاء يعني عم بيختم هالفصل الأول بعين الرجاء ليكون عم بيحضر للقاء شخص للصراحة تقول لك شغلة كنت تريح ببيتك كنت عم بقرأ كمان غرق الحضرات الأمين معلومة أمين معلومة يعني صراحة أنا بقول أنه كمان بنصح أنه يقرأ هالرسالة وهالكتاب بشوية صغيرة بموازات خاصة الفصل الأخير من نفراج غرق الحضرات لأنه كمان أمين معلومة بيحكي أنه اليوم على الأجيال الشابة يقع خلاص العالم إذا هن وهيدا اللي بابا بيقوله كمان بأسبوع الرسالات بيقول نحن بدنا نخرج من الأنا الخائف إلى هبة الزات وهيدا نحن العايشين فيه اليوم كل واحد خايف ع ذاته إن كان على الصعيد الفردة إن كان على الصعيد القبلة إذا بدي يقول تريبال أو الطائفة وإن كان على الصعيد البلدان منلاحظ أنه فيها الخوف هيدا وهالعداء اللي عم يكبر أكتر وأكتر لأنه كل واحد عم يسعى لتحقيق ذاته دون الآخر لهيك حكي عن الأخوة الشاملة كرميل هكي انفات باللقاء مع هذا الشخص الغريب في الطريق وقدمنا مثل السامري الصالح وهالمثل اللي حطنا أيضا بخلفيته هالصوت دائما للبابا فرانسيس يتوجه إلى المهمشين الضعفاء الفقراء المتركين بس شو هيك الجديد يتخذيني أقول اللي أدموا بها الشخص في لقاء الآخر هلأ البابا بيسألنا سؤال أي واحد أنت من هولي اللي أطع أكيد نحن كلنا اللي كمان المشاهدين بيعرفوا مثل السامري الصالح أي واحد أنت وبيقول في عنا تجربة دائما عم تدق على بابنا هي تجربة اللامبالات عن وجع الآخرين بيقول شغلة كتير حلوة هذه التجربة تصيب في أغلب الأحيان المؤمنين وهذه شغلة كتير مهمة لأنه فينا نكون مؤمنين مجي منصلي على الديس منقبع بلاطات الكنيس إذا بدك أما العمل والخدمة أما ما مثل ما بيقول أشعية ما منرقف على لحمنا على يلي هن من لحمنا ودمنا وبتخيل بتخيل هاديك اليوم كنت عم أقول كمان شغلة بتخيل الكنيسة قبل كورونا كانت شو بيقوله محجورة محجورة نحن يمكن بعد كورونا علمنا أنه الكنيسة ما فيها تكون محجورة بالهيكلية بالهيكلية المادية والإنسانية البشرية البشرية ما فيها تكون محجورة اليوم الكنيسة إذا بدك تكون عندها تأثير بالمجتمع ما بدك تسأل من هو قريبة حتى تبرر زيتها مين هو قريبة القريب بلا حدود أنه تكون عم تقول قريب من أستطيع أن أكون نحن بنعرف كمان شو يعني القريب نحن حتى عندنا بالمستمع الشرق مين القريب يعني اللي من لحمك ودمك واللي قريب والقريبينك كله يتساوى البابا بينطلق إلى هالأخو الشاملة يلي فعلا تتخطى الحدود كله يتساوى نعم بهالفصل الثاني بيرجع هيك بيفتح إلى محاولة جديدة بدء من جديد فرصة جديدة وبيقلنا أنه كل يوم في عنا فرصة جديدة ومرحلة جديدة وأن لا ننتظر كل شيء من الذين يحكموننا فهذا تصرف طفولي أدي هيك اليوم هالمسئولية المشتركة خصوصاً لا يوصل فيها بالسياسات العامة والحوار بين الأديان بالفصول الأخيرة أديها البداية عن من جديد بتطلب أنه حتى يمكن خليني أقول هيك نوصفها نحن لبنانياً بـ خلينا ننقل هيك فكرها البابا لبنانياً بعد كل هالألم كل يوم بدنا نرجع نوعاً ونقول أنه هادي فرصة جديدة رغم كل هالمقاسي للصراحة لك هاديك اليوم كنت عم بقول شاغلة سفر رؤية يوحنى نحن عم نقريه هلأ بالتقص المرونة خلص من كم يوم بس عم بقدر أفهمه كل يوم أكتر من يوم أنه كيف ألم الشاهد الأمين وألم المؤمنين الحقيقي يقدرين أنه يخلقوا أرضاً جديدة والسماء جديدة مش معناتها أنه نحن بدنا نفتش على الألم ولكن بوجه الوحش مين ما كان يكون الوحش لأنه اليوم إذا متطلع بنشوف أنه النظم السياسية والاقتصادية والسياسات العالمية هي وحش وحش بده يبتلع بابا بيقوله كمان بده يبتلع الأشخاص بده يبتلع حتى كل شيء لوكال محلي بده يبتلع كل هادي منلاحظ أنه ولو أنه فيه شاهد أمين واحد وانتبه رؤية يوحنى بيقتلوه بيتركوله جتته يومين ثلاثة حتى يكلهم يخافوا ولكن هادي دمه يصرخ إلى الله من الأرض وهو دي اللي بيقدروا أنه يخلوا الحمل المسبوح ولكنه حي هو اللي بيخلي أنه من السماء تكون فيه أرض جديدة وسماء جديدة ولكن بدنا ننتبه هيدا بيتوقف على شاهدتنا نحن وهاللقاء مع الأخ هاللقاء اللي حطنا فيه لنوصل إلى الفصل الثالث الفصل الثالث اللي حمل التخطيط لعالم منفتح وخلقه هل في عملية خلق عن جديد؟ البابا أكيد بهيد الفصل بيعطي إذا بدقول بيبلش يعطي كمان قديش هي قيمة المحبة وحتى بعد شوية صغيرة لبعدين حتى بالسياسة بيحكي عن سياسة المحبة شوية ممكن غريب للأذن سياسة ومحبة لأنه ما بيكف أنه نحن نكون عم نعمل سياسة وما بيكف أنه نكون عم نتبع القوانين فيه أكتر من هاك وهون بيبلش أنه يحط أنه شو فيه قيمة أكتر من المحبة اللي ممكن هي فعلا تخلق ديناميكية جديدة إذا بيقول الإيمية اللي ممكن أنه تخلق عالم جديد وسماء جديدة وأرض جديدة هي المحبة انطلاء من المحبة اللي هيك هو بيحكي عن الأخوة الشاملة والصداقة الاجتماعية وبيطلق أكيد من الإديس توما الأكويني والإديس أغسطينوس لأنه حتى لو حتى لك شو بيقول هون يشاغل إن الشخص الجشع حتى وإن تحلى بالاعتدال فهذا ليس بفضيلة ولكن يعني إذا واحد هو عنده جشع أوكي وضبط حاله شوية صغيرة هيدا ما إنه فضيلة الفضيلة هي المحبة وقت بيبلش فعلا يخرج من ذاته حتى يعطي للآخرين لهيك بيهمه إنه يكون فيه تنامي تنامي انفتاح المحبة متل ما بيقلنا إنه هيدا مغامرة ويمكن تبهي ممكن نخسر فيها وعالأرجح متل المسيح صحيح لأنه كان للضرب يعني متل ما بيقوله بس هيدا المغامرة هي مغامرة الرجاء إن كان بهيدا أو بالمجتمعات اللي هو بيطلب إنه تكون مجتمعات مندمجة باش إنه عيش بكل واحد بقوقع بقوقع أو بالذاتية معينة لأنه بيحكي عن العنصرية اللي هي فيروس التال أكتر من فيروس الكوفيد العنصرية اللي اليوم عم نلاحظها أخطر عم تتنامى نعم حكي البابا فرانسيس عن إعادة اقتراح الدور الاجتماعي للملكية فهل هذا يفهم وكأنه نوعا ما هو نوع إلى هالملكية المشتركة أو أكيد هلأوي بيقول بيتنا الداخلي المشترك إلى ما هنالك بس كيف بي هالمنطق المسيحي اليوم هذه الملكية لك هاي دي شغلة أكيد بالتقليد المسيحي ما أننا نش عم نحكي شي نحنا شي جديد صحيح الملكية الخاصة أول شي بيقول إنه الكنيسة كانت دايما دافع بتخيل من ريروم نوفاروم ليون الثالث عشر وحتى يمكن من قبل ما بتذكر كتير منيح بس هني دافعوا الكنيسة دايما دافعت وقت أطلع خاصة الشيوعية دافعت عن الملكية الخاصة بس اليوم الملكية الخاصة صار بتشكل خطأ على الخير المشترك شو بيقول شاغلة كتير حلوة بيقول شاغلة كتير حلوة البابا إنه الملكية الخاصة ما فيها ما فيها إنه تكون أكتر شو بيقوله إنه تروح إلى اللا نهاية لأنه فيه الخير المشترك للجميع وبيقول بيهون بيحكي عن الإديس يوحنا فمزهب بيقوله إنه يطلب توزيع الأموال بو عتفكر دايما بيقوله انت مش عم تعطي إنت للفقير من إنت عندك هذا من الله لهيك بيحكي عن هالملكية المشتركة لأنه هذا الشيء الله عطال الجميع أبونا روفيل زغيب أنا بدي أشرك اليوم على هالمواكبة للفصول التلاتة بعد عندنا خمس فصول يعني بعبدون وقت كمان ولكن رح نكون كمان بمحطة سوى الأسبوع الآدم نكمل سوى هالقراءة وهيك بعدين تتحول لأداة عملية لأنه مننا بيطلع مشاريع لتحقيق هذه السياسات اللي البابا فرانسيس عم يحكي عنه أهلا وسهلا فيك شكراً لك إلى اللقاء الأسبوع الآدم شكراً أعزينا المشاهدين لليوم التلاتة بمختلف المواضيع ومع ضيوفنا أنا بودعكم ودائماً على الموعد المتنين إلا الجمعة إلى اللقاء شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم